نبدأ مع المرأة هذه المرة فارسة سعودية تحصل على رخصة خيال أو جوكي من ميدان الجنادرية مضاوي دخلت المجال قبل 15 عاما وحصلت على رخصة تدريب قفز للحواجز حواجز طبعا من الاتحاد السعودي حصلت على هذه الرخصة من بعدها تمكنت من خوض مسابقات عدة وصولا إلى أنها خذت الرخصة كجوكي أو خيال واهل التعرف عليها أكثر تنضم إلينا من الرياض الفارسة مضاوي القحطاني صباح الخير يا مضاوي أهلا والله صباح النور يا هلا والله أهلا فيك أولا نبارك لك مضاوي على حصولك على هذه الرخصة ونريد أن نعرف منك كيف وصلت إلى أن أخذت الرخصة أول شيء صباح الخير عليكم كلكم ثاني شيء أصبح على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبندر بن خالد على إتاحة الفرصة العظيمة هذه أنا بالنسبة لي عظيمة أن فتح لنا المجال الموسم هذا لسبقات الخيل الرخصة حصلت عليها من بعد الحمد لله تدريباتي من بعد امتحاني أنا امتحنت أول امتحان في الميدان الرئيسي اللي هو ميدان الملك عبد العزيز ولكن ميدان الملك عبد العزيز يعني ما يسلم الرخص بالسهولة هذه لأي مرأة إلى الآن الموسم هذا ما سلم لأي رخصة لأي مرأة في منطقة الرياض ولكن ميدان الجنادرية في بعض الناس هي مفاهمة إيش الرخصة الأساسية والرخصة الثانوية إيش شن الرخصة أساسة من الأساس يعني شن اللي قاعد تعطيشيها هي تعطيني السماح في الركوب أن تسمح لي في ركوب الميادين دائما في نظام الخيالة بالذات سباقات الخيل مش قفز الحواجز لا سباقات الخيل لازم الخيالة يسابقون في مناطق عرفت وليس في ميدان رئيسي يسابقون في مناطق أيوا يجمعون نقاط بعد كذا يمتحنون الامتحان الرئيسي في الميدان الملك عبد العزيز الرئيسي بعد كذا يسلم الرخصة ويصير له متاح فإنه يسابق في ميدان الملك عبد العزيز ولكن ميادين المناطق هي سهلة لاستلام الرخصة فيها ولكن صعب بأنه ينزل سباق رئيسي إلا بأمر من ميدان الملك عبد العزيز هذه مختصرة كانت على الرجال نحن نتكلم على الرجال وعلى النساء الآن لا يوجد أي توجيه واضح وصريح من الميدان نفسه أن يكون هناك اختلاف في التوجيهات التوجيهات وحدة الآن تجربتك في أنك حصلت على هذه الرخصة ما هي الخطط؟ أنت سليك أصلا في المجال ما شاء الله خمسة عشر سنة هل تنوي مثلا أنت تدربي اللي ناويين يحصلوا على هذه الرخص؟ لا في فرق أنا من خمسة عشر سنة في مجال الدريساج والقفز وحصلت على رخصة مدربة قفز الحواجز من اتحاد السعودي اتحاد السعودي يختلف عن سباقات الخيل سباقات الخيل أنا الآن نزلت سباق في ميدان الجنادرية طبعا ما حصلت على ميزان ولكن هي كان القصد كلها أني أمارس هواية السباق أمارس التجربة طلعة من جهاز الانطلاق أمارس الحوار والسوق بين الخيالة أكون مرينة في السباق نفسه فلذلك هذا السباق ما كان سهل عليه بالنسبة لي يعني على طول مدة التجربة أو التدريب في القفز والدريساج يختلف تماما سباقات الخيل ولكن دعونا نوضحها مضاوي أنه بداية الانطلاق أو من مركز الانطلاق تكون بسرعة وبالتالي أيضا الجوكيا والخيال هو من يتحكم بالفرس كيف يوزع قوة الإحصان اللي معه طول السباق وصولا إلى أنه خط النهاية ويفوز بهذا السباق هل راح نلاقيش في مسابقات عالمية ولا ليل حين باقي عندكم تصنيف ودرجات أنا أحب الابتسامة هذه المتفائلة قولي لا أكيد أنا طموحي هذا الشيء بس الآن صراحة أكثر تركيزي على أن أكون أدي أداء كويس أنا حتى السباقات اللي دخلتها أنا إلى الآن دخلت ثلاث سباقات السباقات اللي دخلتها كلها من خيل خاصة مو من خيل أي مالك خيل حلو شكرا جزيلا للفارسة مضاول قحطاني كنت معنا من الرياض قوات شاء الله اتمنى لشكل التوفيق يا رب ونشوفك على العشب الأخضر في المسابقات العالمية ليش لا؟ يا رب